اسمح لنور ربنا يدخل قلبك. هو أنا دلوقتي انتبهت. والحمد لله دعيت وإستعنت بالله سبحانه وتعالى. وبعدين تفكرت وشفت وأحمد الله سبحانه وتعالى. الحاجات دي كلها مفاتيح عشان تخش. النور ربنا يدخل قلبك. ما هو الله نور السماوات والأرض. لما شرحنا اسم الله النور قبل كده. ما هو الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح فيه زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقض من شجرة مبارك. زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتوها يضيء من نفسه. ولو لم تمسسه نار نور على نور. يهدي الله له نور ما يشاء. ويضرب الله الأمثلة للناس. والله بكل شيء عليه. خلونا أشرح لكم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فين المصباح قلبي. فين بقى المشكات؟ الصدر وما وعه. طب يوقض من شجرة. إيه اللي الشجرة المباركة هي الكرآن. بس. أنا أهمني في المسل أنك تفهم كده. إيه الشجرة المباركة اللي هتقيد النور دا. كأنها كوكب دري. ينور جسمك ونور قلبك. ما هو القلب هو الملك. والجوارح هي الجنود. إيه القرآن. ما بفهمش. يا إقرأ. قالك 90% من معاني القرآن. مفهومة إلا بعض كلمات. اللي إحنا ما شاء الله علينا أكعر. ولا فاهمين حاجة في اللغة. فلا يعني الباقي ممكن أنت تعرفه. قرأت القرآن. أتدبر القرآن. إقرأ. 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 الله سبحانه وتعالى. ولما بنتدبر. والله. بتيجي أوقات أنت بتعرف معاني للكلمات. وربنا يرزق حلاوة الكلمة دي. تلاقيها كده في جفك. وفي قلبك. وفي حالك. والله فرحة. ويعني لزة. ما بعدها لزة. مش أنا الصورة دي. أنا رياب لكده. وقرية تفسر. قال قصم يعني بيقال عن شهر شعبان شهر الكراء. ليه؟ لقصرة قراءتهم من القرآن. وكمان لقصرة مراجعتهم من القرآن. كانوا بيراجوا عشان بس يبقى شعبان هو للايه؟ يقرأوا في رمضان من صدرهم. اسمح لنور ربنا ينور قلبك. ويفتح كده. بقوني بإيه؟ بالقرآن. طب مش عارف. استمر. استمر قصد القرآن كريم. والقرآن والله سبحانه وتعالى يعني هو أكرم الأكرمين. الله سبحانه وتعالى يعلم منك الاستمرارية فيعطيك. أبدا ما هيسيبك كده ربنا كريم. خامس خطوة لازم تاخدها قبل انتهاء شهر شعبان. من الاثناشر يوم اللي بقين من فضلكم. بعد اليقظة والانتباه والاستعانة وحمد النعم. وآيات ربنا أن أنا أشوفها وفتح قلبك لنور الله وأحمد عليها. وافتح وأسمح كده. قلبي يتلقى القرآن. القرآن. خامس خطوة. الصلاة. والعبادة. يعني أنا خصصت صلاة. ممكن أقول عبادة. ما العبادة. ما ضمن العبادة الصلاة. لا. الصلاة الوحديها والعبادة. ليه؟ وسبح بحمد ربك حينة. أول ما تقوم. قوم من غفلتك. تقوم من نومك. صلي. صلي. حافظوا على الصلاوات يا جماعة. صليوا على الضيع الصلاة. وافضل طول العمر. ويا رب يدوني كل العمر. كل أتكلم فيها عن الصلاة. ما تضيعش صلاة. ما تضيعش صلاة. خلي الصلاة على وقتها. اخشع في الصلاة. وصلي بصور جديدة. علشان تبقى واعلي لحاجات اللي أنت بتقولها. وخلي بالكم شغل إبليس في الفترة دي. كارسة. تكون بتصلي بقيت السنة وجاي ووقعك في الفترة دي. تضيع فروض. ووقعك في شبهي. ووقعك في شهوة. ووقعك في معصايا. يصحب منك طاعة. بس. تفضل معاك وبقى طوال شهر رمضان. جايبها من شعبان. وتقول لك. وانا ليه وقعت في شعبان. كارسة. ويختم لك. والعزو بالله في شعبان. إنك صاحب الشهوة. فلنستغفر الله يا رب. أو صاحب المعصال. فلنستغفر الله يا رب. نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من كل غفل. اللهم أمين. مع إنك ممكن تكون بقى السنة. أنت ممتنع عاصة. ما بتعملش الحاجة دي. ومواظب على الطاع. لكن جيت بقى نصيبك جي كده. عايز يوقعك قبل أيام الخير. يبقى العبادة. العبادة. الصلاة على وقتها. أبدا كانت كتابا موقودة. قوم دلوقتي. قوم دلوقتي صلي. تحترقون تحترقون. في زجاءة الصبح غسلتها. ثم تحترقون تحترقون. في زجاءة الظهر غسلتها. ثم تحترقون كل الصلوات. حتى نام العبد. وليس على خلاص. ما فيش أي زنب ولا خطيئة عليه. يبقى الصلاة. والذكر. الزكر ده كائد. أنا حيث أقول لكم. أن الزكر ده حل وحده. الزكر العبادة الوحيدة. اللي بتاخد عليها سواب. لو قلتها بلسانك بس. العبادة الوحيدة. اللي قلتها بلسانك. وتاخد سوابها. لو قلت. لو اجتمع القلب مع اللسان. لو لأين كان مين؟ من المسبحين. مين سيدنا. لا لابس عبادة إيه؟ عبادة الزكر. لابس في بطنية إلى يوم يبعثوه. إيه لنجاه؟ لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الزكر. الزكر اللي خلى سيدنا داود. قوبي معه يا جبال. قوبي معه والطير. إيه ده؟ طيب ما كده كده الجبال بتقوب وبتسبح. ليه يعني سيدنا داود يسمحها يعني. وتسبح معاه. آه. أصلا هو كان نعم العبد إنه قواب. كان هو رجاعه كمان. واكتهد في العبادة والذكر. فربنا عايز يدي له مكافأ. ويسبتوا أكتر. فيكافوا. فيسمعوا تسبح الجبال. ويسمعوا تسبح الطير. قول لك كان سيدنا داود لما يجي يدعي. ويقنط في الدعاء كده. ويدعى الله سبحانه وتعالى. بتموت السباع والهوام والوحش. من شد الدعاء سيدنا داود. ويجيبوا الناس كده. يشلوها كده. رحها رايحة بسبب دعاء سيدنا داود. وهو سيدنا داود يقرأ القرآن علينا بصوت يوم القيامة. في الجنة. سيدنا يقول لك مزامير داود. من حلوة صوت سيدنا داود. الواحد يتمني يسمع. ويبكي سيدنا داود. من شدة خشوعه. حتى جميعه بتعمل حفرة. كده يجي الطائر يشرب منها. ماء عزب. يقول له دماء. يقول له ماء عزب. عشان كده ما تعمل معصية وتقع دمعة كده. خدوا كده. دمعة دي ايه. تقول دقها كده مش هتلاقي ملحة. لو هي حاجة من خشية أو كده. يعني ما عاربش دي ايه. بس يا حصلت معي يعني. فإيه المكافأة ذكر. يلا أوه. وانت نعمل عبد وكنت أوفى الجبال معك بتسبح. واسمع. واسمع تسبح. أكتر عبادة. الله عز وجل. حبار ربنا محب العبادات من الناس كلها. لكن العبادة اللي انت تروح لربنا فيها وعملها. انت مش مضطر لها. ما انتش عندك أزمة حقيقية. ما انتش في ابتلاء ما انتش كده. لا انت حابب. انت حابب ربنا وحابب طريق ربنا. فعرفته في الرخاء فرحتله. يعرفك في الشدة. ما عند الله سبحانه وتعالى. أمان يجيب المضطر حيجيب. لكن لو انت رايح له وانت مش. أصلا عندي مشكلة يا ربك. ماشي روح. روح برا عندك مشكلة روح. مفيش هو أملكش يا ربنا. وانا في ابتلاء وانا. لا لا روح. لكن لو انا في الرخاء. لكن انا حبك يا رب. انا حابب طريقة وحابب اجيلك وحابب ابقى في طريقك وحابب ابقى معاك. هو ده.